مرحبا بكم من جديد رجعنا لكم في الإكس بازلنا موصل معكم حتى للأربعة الوقت عنا ثلاثة وسبعة دقائق وقاية لإنترفيو إيكوناميك ضيفنا في الإنترفيو إيكوناميك لليوم سعود القادر بدريجا الخبير المالي ورئيس حلقة الماليين مرحبا بيك شكرا لك عنا قبول دعوة سعود القادر بدنا نحنا ديجا لإنترفيو كل عادة أو أوف مع عبد السلام دي مربيوليز إنترفيو أو أوف خلينا نبدأ معك من إشكالية المواد الاستهلاكية اليوم اللي نشوفه في قائمات يعني البنوري موجودة ونشوفه في قائمات في ليجوند سورفاس ولا في غيرهم قائمة متاع مواد هذه ما هيش موجودة وإلا عندكم الحق كمواطنين تشريه ولكن دي كونتيتي محدودة هذا إشكال اليوم منين جاي هذا سعود القادر ليه هو عنده مدة الإشكال هذية بكل الفترة هذية زيت تتأزمت شوية الأمور مع أرقام الجيدة متاع نوعا ما متاع السياحة أو طيوحة السياح عندنا مدة عن إشكاليات متاع تزاود مرتبطة بعوامل خارجي اللي هما مرتبطة بالحرب بالروسية الأوكرانية من وقت الكوفيد أيضا لسي رابط اللي صارت عليه سلسلة التزاود هل عمانتها لشين لوجستيك في العالم اللي هي تتوشي مع الكريز الأوكرانيين كيف كيف كل أسواء ما غالين سرعة وزيد عليهم عنا تعرف نحنا عنا مشكاليات كبيرة في المالية العمومية اللي عندك التخفيض في الترقيم من تونس اللي خلى فما صعوبات في تمويل الشرايات متاعنا باعتمادات بانكية اليوم تقريبا تقريبا في جل الشرايات متاعنا لازم يكون تقريبا في كل الشرايات بعد ذي ادخلنا في المرحلة ذي كأوفيسيال موضع ادخلنا عنا مدة هو جملة من الموضعيات اللي تتذكروا نتوما في شهر جوال الشكال اللي صار مع ليسونس اللي ما هوش مرتبط بالضربات وقتها كان مرتبط بالتعطل في التزود وكان حتى في الماباواخر موجودة ولي دخلت أساسا للشكال المتاعها هو اللي خلاص عليه خطر نذكر اللي فما اشياء مرتبطة بالتخفيض متاع الترقيب اللي هي تعطي صعوبات للقطاع الخاص والقطاع العام اما صعوبات اكثر للقطاع العام الخطر عنده مشكلية متاع سيولة متاع توفر لتنميليات اللازمة في تونس العديد من الشرائات بالنسبة للمواد الأساسية متاعنا كيتاخو المحروقات الدولة فقط اللي عند الحق تستورد كيتاخو بعض المواد الأخرى كما القهوة كما السكر والروز والروز الدولة فقط هي اللي عند الحق تستورد وقت اللي انت الدولة فقط هي اللي عند الحق تستورد بتبيع عمال اشكالي تنظيمكن نحكيو فيهم الكل عنا صعوبات كبيرة مع عدم الاستقرار السياسي اللي عبيد مش فيه مروحها يعني وضع تبيعي اليوم انك تقول لي راو فاما 12 مادة وممكن امور ماشية تكبر الليستة بتبيعي اذا كان ما ازلنا مخلط ناشي الانتفاق مع صندوق النقد الدولي اللي هو برغم تعرف الموقف انتاعي هنا مع الانتفاق اما اليوم في عدم موجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي من المنتظر ان الصعوبات المالية متاعك والخروج على الاسواق لتزويد البلاد بالمواد الاساسية بشيكون اصعب من الواضح هوا لقاء رئيس جمهورية مع وزير تجارة مثلا فقط الجملة الاخرة في البيان المنشورة على صاحب الرئيسي يقولك وتم تعرض في هذا السياق لمسألة غياب بعض المواد الغذائية بين الحين والاخر وهو امر لا يتعلق بالقدرات المالية للدول انا بفكر نجموه نفس النقطة زاد احنا بكريح خذنا فيه دجال موضوع الرئيس الجمهورية اعتبر كاريمونا اذا كانش انا حابت توقف معك عن نقطة الاشكاليات المالية سعب القادر خاطر رئيس الجمهورية قوله اللي يزاد مواصلة الكلام على السلام مؤامرة وراء غياب العديد من المواد الاستهلاكية من السوق هذه نظرية موجودة في ذهن رئيس الجمهورية في جزء منها صحيح وفي جزء اكبر منها ما هيش هي السببب الاساسي لانه قضية الاحتكار هذه قضية قديمة في تونس موجودة موجودة عملت الاحتكار حتى في وقت نظام تعبين علي كان موجود الاحتكار وكان محتكين موجودين بقى كانت الدولة قوية وكان عندها القدرة نتتعامل معهم وكانت انها تفرض وتعرف وقتاش الدولة تهبط عليهم باش يهبط البطاطا ولا يهبط العدم ودولة تدخل باش تعدل الاحتكار ما تنحاش وكنت زيت في سنوات الاخيرة اما هوش هيدا هو السبب الوحيد وانا جامش اليوم نتخبه فقط وراه انه فما محتكرين وفما قضية متنك فما مشاكل متاح تكار فما مشاكل مرتبطة بالوضعية العالمية لشين دولوجيتيك معدها سليسل التزاود ومرتبطة ايضا بالصعوبات في الشراءات متانا في التزاود متانا صعوبات مليا متانا موسيطة متانا نعرفوه وفما غير من سنية وفما بنوك دولية موجودة في تونس وتتعامل مع تونس اللي منذ شهر رجوع طلبت من البنوك هذي باش متحلش اعتمادات لشركات العمومية التونسية وذيها نس كل تعرف معنتها من غير منسمي شكون البنكة ما النس كل هذه تعرف يعني ما نحطوش الأمور فقط في جانبنا وراه فما احتكار موجود فما اشكاليات على المستوى الدولي وفما اشكاليات متاع التمويل ومتاع تزاود وفما اشكالية اخرى اللي هي السياح في تونس والاسيزان توريستيك اليوم تحسنت ما نش نقوله راود لا تحسنت تحسنت عن الارقام الاخيرة سوسون فرصان عن ابرسيزان ممكن ما عشنا هاش منذ سنوات عديدة الابريسيزان اللي جاي معنتها النصب والامور هذي بيشز بيشزيد يولد لغت مع الاشكاليات الكل اللي اللي موجودة في البلاد والدولة غير قوية وغير قادرة على نحن الانتظارات ندعنا من التغيير النظام تعل حكم نظام الحكم تغير حشرنا بدولة قوية اللي هي تنفذ اليوم واذا كانوا فهمهم محتكرين يعرفوهم ينمشوا نجمو نحكو على محتكرين في مواد تحتكرهم الدولة نجمو نحكو وش نقصد هل يستقيم الكلام اللي يقول انه مثلا في السكر في الروز هل نجمو نقوله والله المحتكرين هما سبب وكذا ألوركي هي محتكرتهم الدولة وتورد فيهم كان الدولة 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 عندها الجانب بتاع التوريد التوزيع ما هونش عند الدولة في الداخل والتوزيع عنده مسالكو مسالكو عنده فيليار كاملة من الجملة للتفصيل للمسالك المباشرة والغير المباشرة يعني نجم يكون برودويت فيه الدولة وفيه عملية تحتكال موجود ما انت من بس يا عبدالخاضر هذا نتيجة تن اللي خلال على مستوى مسالك التوزيع اخلالات على مستوى مسالك التوزيع لا ما نتيجة عقلية متاع تونسي تبنيت مدة سنوات اليوم من سنوات السبعين ونحنا جايين تبنيت على عقلية متاع اوبورتونيست التونسي تونسي لحفة لحفة مش لحفة تونسي اللي بوكتونسي يخم في روح يخم كان في روح مثلا كان قدوة تجي تعمل حملة تعمل مقاطعة على اي بروديويت وتنجح تقول لا صار تستقر انتاع شنو بش عم بيها ولا بش خزن بروديويم تاعه كيف كيف من جين برجال اعمال وهمش الكل فما رجال اعمال تخنم على الارواح وشركات وتخنم تحاول تنظم وفما عبادة اللي تستغل في الفرصة في هال الضعف هذاني موجود كيما موجود في اي اقتصاد كيما موجود اسمعني بلاد كي تبدأ ضعيفة مدة طوى عشرة سنوات الدولة وما ستة الدولة ضعفت الادارة والوسائل المتاع الرقابة والناس اللي تعمل في الكنترول الكل كيف كيف ما عادش عندها الموتيفاسيون وما عادش عندها الانجاجما الفساد اللي يكثر ولا مصبوح به تداور المقدرة الشرائية اللي خلى ايضا اثر على الفساد وعلى الرشوة الصغيرة معاهم الكوفيد معاهم الازمة الاوكرانية معاهم مشاكل متعملية وعممية معاهم التدهور في مستوى الانتاجية متاعنا اي شون تحبوا وما تلمهم هم هذو من الكل تلم تلم بعد تجيب لي واحد يكح ويرعش ومعته توجع فيه وعينيه توجع فيه وذنين ده توجع فيه تلمهم الكل ومبعد تقول لي شبيه يا سيدة دي تاعب وتاعب تونس هذك هو الوضعية كان مانيش بش نقف على رويحنا مالأخرى وكنت قلتوا انا عندي قديش كان مانيش بش نقف على رويحنا وما نغزروش في المنائية وما نقعدوش نسبو في بعضنا انتي عملت وانتي كذا وانتي كذا وانتي المسؤول وهذي مش مسؤول هاي مبعد شنو اللي بش نعمل اليوم المركبة ذي اليوم قاعدة تغرق كل نهار أصعب من نهار ما هو شي مشكل فقط انت حاكمة وانت عمضافها وانا رئيس نظيف وانتيجر وكل شي ما هوش المشكل ما هوش غالي المشكل في طريقة تسيير البلاد وشنو ان حبوها البلاد هذية تمشي مشينا في اثنين خابوا هنا تاونجي ولل للكمبونسسيون للصندوق الدعم يسامحوني مع تنس حكينا برشا في تونس العشرة السنوات على الفئات المهمشة والفقيرة حكينا عليهم برشا قدش خمستاش عشرين خمسة عشرين في النمية اي والفئات اللي في الوسط الطبقة الوسطة هذية اللي هي هزا البلاد وهي تخدم وهي اللي تعمل وهي تعمل صمم من اماد الاجتماعي اللي هي كنت هزا البلاد اليوم هي بيدها اما تحب تخرج تجي ما معتش عندها ثيقة في البلاد ولا هي بيدها ولا تمفقرة وعلى حفظة الفقري شنونا عملنا في البلاد هذي جي وقالونا نرى ونوان left behind ونحن دو تراشنية والبارتسيباسية والناس يجمع تشارك والديمقراطية وحرية التعبير هاي هانا اليوم بالكشف لا غزلطات ايكوناميك الى البرفرمانس ايكوناميك نبال وقت اللي البرفرمانس ايكوناميك مش موجودة ما فمش برفرمانس سوسيال متنجمش تعمل برفرمانس سوسيال وپوليتيك من غير ما يكون عندك برفرمانس ايكوناميك هاي نعملو حكيت قدش مرة انا وعملت سرد تاريخي للتونس اول مرة من فترة التاريخي نتاع تونس للحديث اللي قبل نخلقو الثروة نعملو برفرمانس ايكوناميك وما نعملوش برفرمانس سوسيال وراها كما يلزم ما نخلطوش مش نوزعو الثروة بتاريقة كتاب للثروة اللي تتخلق مع انتها مش لازيني جالي تيرا ونقصو في تونس على مدى التاريخ هما الثروة وقلية عامل تعتار تلعبات اكثر من العبات اول مرة في تاريخ تونس ما نعملش برفرمانس ايكوناميك ونزيد نخلق بزيني جالي تيرا هاي هذي اللي ملاقوين ماشيين بيه هذي ما زلنا اليوم نحكيه وعلي برفرمانس سوسيال ونتعارك ونعمله البلاد قاعدة تغرق المركب قاعدة تغرق منش قاعد نخوف الناس اليوم الوضعية صعبة انا تعرفوني اشوي اوبتيميست العادة بيه اليوم الوضعية صعبة الغاية والحل ما هوش فقط في كل واحد يقعد يقول الاخر هو اللي عمله هو اللي عمله هذي سببه هذي مش سببه تراشنية اليوم هنا نظمنا بدلنا ندام متاع الحكم ماذا بينا ندام يكون اقوى تكون واضحة عند رئيس الجمهورية الجانب الاقتصادي اهم بكثير من الجانب الاخرى خطر كان ما فمش اقتصاد ومحمش performance economic راو ما عادش نحكيه على حد شيء ولا نحكيه ولا على ذفئات مهمشة ولا نحكيه على عدالة اجتماعية ولا نحكيه على التنمية في الجيهات الperformance economic يهديكم قبل نعمل performance economic معا انو نتحدث اليوم كيفاش ما نعودش الاغلاطة نتعلمات باش نوزحها بطريقة عادلة عن الناس الكل اما كان سعاد القادر نعنذك سعاد القادر بودريجا الخبير المالي ورئيس حلقة الماليين انت بكري حكيت قلت لي نزمنا الدولة قوية انا قبل ما نجيها مش نجيها لمسألة الدعم قبل ما نحب نتوقف معك في نقطة قلت لي فما اشكالية الاحتكار موجود وهذا موجود حتى في احد من عليهم كان ديما موجود الدولة عارف الطعام ما خطر دولة قوية فما الجانب هذا ولكن زيدا فما الجانب قلت لي ردا على كلام الرئيس الجمهورية قلت لي هذا مش مش كانك ومش كان الاحتكار مش هدك فما اشكاليات بالمالية الاشكاليات المالية هذي واللي موجود واللي نحنا تخلينا نتخاطق من الاسباب اللي نشوف هذي اللي في مش نوه ما الحلول المتاح أما من الحكومة التونسية حالين بيش عالقيقل نخرج من الاشكال المالي لا هنا رينا نحن البلاد ترجع تخدم. البلاد ترجع تخدم. هنا رينا تيكات. وقت اللي تحطت لفولنتي بوليتيك وحبينا ننظفوا البلاد ننظفنا البلاد في جمع. يعني ممكن. الحل الوحيد العباد ترجع تخدم. وترجع الناس على مستوى المسؤولين الكبار وعلى مستوى الناس كل اللي تخدم طرشيا نرجع ونخدموا. كي حبينا نحطوا الجزاء في في الليرومبوان وفي الثنية حتى هنا في جمعة. ونا عملنا الباساسا دو مخشي. يا يبقى سويل علش ما يخدموش كل يوم هكا. هذا هو الوضع الطبيعي والعادي أنك تخدم هكا. تحب حلول يزمك تخدم كي ما خدمت الجمعتين هذو. هانا رينا فيها جمعتين. شوت نجم تعمل. البلاد لازم ما تخدم في الريتم هيد. كان ما فهميش حد بش يخدم البلاد في الريتم هذي ما عندي حتى حال. يعني نخرجوا مطابع على المناسبات. الحل مش طابع مناسباتي. الوضع العادي متاع الخدمة. الحل في الخدمة. الحل لعبات ترجع على البرودوكتيفيته. الحل لعبات ترجع خدمتها. اللي في الإدارة يخدم خدمته. اللي في السبيتر يخدم خدمته. اللي في الترانس بور بيبليك يخدم خدمته. اللي في الشركة يخدم خدمته. اللي عامل بسطور دماغشي خدم خدمته. هانا ورينا في جمعتين هاي افكاس عالاخر. افكاس والبلاد انضافت وعملنا كل شيء اللي بشي تعمل في جمعتين. هيدا الريتم العادي اللي تخدم به. تحب البلاد ترجحها. ما فماش حل اخر. ما اخي هو شنوه بلكش. فما بطا ما جيك بشن يجلو عليه بشن. ما فماش حل اخر. الحل انك ترجع للخدمة. كي ان ترجع للخدمة. اخطوه في ستة شهر كل شيء يتحل في تونس. شفنا حتى معناها شفنا ديجا حتى في ايامات كوفيد في الديماراج تعل كوفيد. شفنا الحال. في البريادة ذيكا الاولانية. اهي. شفنا ادارة اما انتي حكيت على صندوق النقد من عرش عادل التداعيات مع انه غدوة نعمل واعلان اتفاق مع صندوق النقد الدولي. اسكو الامور بشتتعافة بشكل سريع ولا. اما نحب نسئل اليوم نشوفه في مصر في معناها في الكلام تاع الصحافة المصرية على شروط صندوق النقد الدولي. انه يطلب في حاجات مستحيلة في مصر وصعيبة في مصر. كيجي تشوف تلقى نفس اللي عادها لنا. نحن انه هو الدعم والاجور. مش كلتو في الدعم وفي الاجور. ايش كل يوم اللي نشوفه فيه اليوم في 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 الدعم. انا عرش نوى ايش نوى رايك ساعة في في البروبوزيسيون بتاع الحكومة حكومة نجلة بودن فيما يتعلق بالدعم معناها الرفع الدعم او هيكلة الدعم او ترشيد الدعم. نبدأ بالجزء بالجزء اللي هو في علاقة بصندوق النقد دولي. صندوق النقد دولي هو اجانس تكنيك. عندها جانب جيو سياسي و سياسي مهم جدا في العلاقات مع البلدين وذين نسكن نعرفوه. حكينا فيه قبل. اما ساتون اجانس تكنيك. ولو اجانس تكنيك عندها ينبوات او تي تخدم به. ما عند انت كنتمشي تبيب وعندك نفس المرض بيش عتيك نفس الدواء اخر. وما يموش ما عندوشي هو. ولو انه هما في هالجنراسون جيدا متاع الانترفوشون تحهم ديما يقول لك ليه راو نحنا ما نقرره حقا. يخذ السياقات مع الاعتبار. اما كي تاخد برامج سيفريك كي تاخد برامج من بعد تلقاهم برامج يشابه لبعثهم. دونك هل انه خطر السياقات هي متشابها ولا هل انه على خطر الابوات اوتيها ايه. فما وصفة جاهزة. هذا يحكى فيه. اما خلينا هو يخدم في خدمة على الرؤية. انا مشكلة في روحي انا مش مشكلة فيه. اليوم التدخل مع متاع صندوق النقد الدولي. ولو انه تحسن شوية في الفترة الاخيرة. خطر قبل ما كانش يحكي على المنويل متاع التنمية والتنمية الاقتصادية. ما كان يحكي بالنسبة ليه سكوب متاعه. هو المالية العمومية. لك هداك هو القزار داتك متاعه. غير شوية طيب. حكينا فيه الموضوع قبل وغير. اما هو اليوم الانترفوشون متاعه ماش هي اللي بيش. ماش هي اللي بيش تصلح لك الامور. طبعا. هو تدخل متاعه بش يعطيك فرصة في ناتر متاع عام ولا عام ونص. اللي انتي تقول انا تو ناخو بروحي ونصلح. اما كان انتي تاخو الدعم هدايا وما تصلحش روحك من داخل. خليك منش قاعد يقولك صندوق النقد الدول. المشكلة الاساسية في تونس انه نرجع ونخدمه كما كنا نخدمه. كما هل الجمعتين هذو ما ولا الشهر هذو ما ولا كما وقت الكوفيد. كان ما نرجعوش نخدم حتى كان يعاونك صندوق النقد الدولي. كان المؤسسات ما ترجعش تستثمر. كان ملعبات ما ترجعش تخدم. كان الكمبيتوتيفتي ما ترجعش. كان ليتالاو متاعك ما يبدلوش. ويقولي اليوم الناس كل تحب تهجج ونس كل تهجج في ولدها. عادي طبيعي ونس كل نحن ساكتين. واستاذة وولدهم. اللي 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 يحرق ويموت واللي ولي عنده بش يمشي قاعدة تخرج اليوم. اليوم وكل التعاون الفني التونسية عاديها معانتها ديزابيلا كوندداتور بش عادي تمشي تخدم فراس. وانتي عندك معانتها وضعية دولية متاع الناس تفك في اللي تانا. هي غدوة شوني بش نعملو نحن. كان ما نرجعوش نخدم وما نرجعوش للعباد نخليهم من الهنية يخدموا. بش هو يعطيك الكرياتيف. وهذه راي دعو للناس الكل. للعباد اللي تبقى شغيلة للعباد للسكتور بريفي لازمو غير من العقلية متاعه. الادارة لازم تغير من العقلية متاعه. راي اذا كان ما بش مصيرش هالشفت هيدا الكبير في طريقة التعامل وفي فهم من الامور. وراو سايي. راي ما عادش تنجم. لوتان دولانسوسيونس ماكرون البرقاء راي سايي ساي فيني. راي فاما ديسينيو كبار في العالم. ما عادش اليوم الدنيا صعيبة. ما تجمش انتي بلاد يخدم هو اثناشين ساعة في النهار. وانتي تخدم في سبعة سوية ونص والله واعلم كيفيش. وتحب بروحك كومبيتتيف وتحب الدينار التونسي قوي وتحب تراشي ما نجموش. وكيما قلت نارشع هانا ورينا في شمعتين اللي نجم ونخدمو. هذيك الريتم صحيح. هيدا هو اللي يعمل الكروسونس. هيدا هو اللي يصلح البلاد. باي هذا الجانب لو تع سوية. الجانب الثاني هو على على الدعم. باي خلنا نارشع للدعم. الدعم شنو لش كلمة تيحوس. عنده بعلاقة بصندوق النقل الدولي. هو فعندك زوز اهداف من دك يترفع الدعم. عندك زوز زوز حاجات تحل. الحاجة اللي يتحلها هي المالية العمومية. بما انه فما فلوس قالت تمشي من البجاية متاع الدولة. دونك يتنقص في الدعم. يقول لك الفلوس هذوكم تمشي تستعمالها بشتعمل استثمارات. خير. هم. الارجوموني هو يقول لك راو. زيدا الفلوس هذي اللي قالت توفر فيها المجموعة الوطنية. قالت امشي في عباد ما يستحقوهش. فهمش كون يستحقوهش. وفهمش كون يستحقوهش. وفهمة هدف ثاني ما نحكيه وش عليه بالكل. هو قضية حقيقة الاسعار. اقتصاد اللي فيه حقيقة الاسعار معانتها السوم متاع الحاجة. السوم هو صحيح متاحها. اقتصاد خير. عاليش خاتل الالوكاسون ديغو سوخ سو فيه سوخ لباس دولة فالر. معانتش فاما مثلا ناخو اقزام بش نفسر العبيد. الخبز غدوة كان يوالي بسومه صحيح بدينار. العبيد باش ترشد لستهليك متاع الخبز. وحدها كيك خاطرين. وحدها. كساعة مليو غلي فيكا سيتي. بانسور حقيقة الاسعار كي تخلطها في الايكونامية الكل. هذي حاجة بين خدر ساعة مليو غلي للايكوهشون ديغو سوخ. هذين ما نحكيوش عليه بالكل. طويكا متفقين انه فهمة اشكاليات فيه طريقة كيفاش نحنا عاملين الدعمة هذي. يزنقاو حل. الحل يزن مرد بالي خاطر كان نعمل حل يحلي المشكل فقط انتاع المالية العمومية باش ندبر بيطال خلوص. ويعمل لي مشاكل اخرى اجتماعي. مش مش مشكل اجتماعي باركو. مش عمل لي مشكل في المنويل المجتمعي متاع تونس. تونس اللي نعرفوها اللي ما تفرقش في الشارع ما بين فقيره ما بين غنيه خاطرنا لكلنا ناكلوا في نفس الخبز. ناكلوا في نفس الفارينة. ناكلوا في نفس الزيت وناكلوا في نفس ونصبوا في نفس لصاصة. غدا ما نحبوش نوليه جامعية كما في بلدان اخرين. هدايا ما استنيش ناش بيه نحنا وما نعرفوهوش. مايش هاي دي تونس اللي نعرفوه. لنك ردوا بينا اذا كن نمشي في التحويلات المباشرة فها مشكل. هو ما مشيهو في تحويلات مباشرة فما زوس حلول في العالم فمش بارشة. الحال تستعمل ان سيستيم دي دانتيفكاشن. معرف الوحيد. مثلا المعرف الوحيد في يدونس. مثلا. مع السيستيم دي دانتيفكاشن. دي كريتير دي فيلتر تحط للشتاب. وطي دانتيفين عبد هادو ما تعطيه. هذير فيها مشكلة على خاطر كالكورسور وين بيش تحطو. ولي بشقول ياخو لي ما يخذوك. شنو ما اللي كريتير ليش تعتمدهم؟ كالكو سواء اللي كريتير ليش تعتمد هات ياسيدي تعمل سكار على مئة تقول اللي يجيب فيها اقل من سبعين ياخو. واللي اكثر من سبعين. اي شو فرق ما بين واحد اخذيه تسعة وستين فاصل تسعة و واحد اخذيه سبعين فاصل واحد. اك الزون هذيك اللي في اللي في اللي ميت فيها دي ما مشكل. فم عبيد بش يتظلم. سرته ما بش يعمل لك مشكل. الحل الاخر اعتمدوه في ايران مثلا. انه هو جي يقول ويا. الناس كل اللي يحب يعي يحس روحه هو مستحق يتفضل يقيت. با? لكو في اليوم بتاعه تقول فم عبيد دي فري رايدر بش يتعدى وفي وسط الحكاية. اليزكسبريونس اللي صاروا في العالم تقريب يقول لك العبيد اللي جتقيت ستين في المائة. مه. لو كدي متأكد اللي بش تعمل أربعين في المائة من دعم نتاعك. مه. اما هذا بش يخلي العبيد اللي في الطبقة المنتوسطة هي اللي تتأثر اكثر. بش نوليو. ذرينا اكثر الطبقة المنتوسطة اكثر من العبيد اللي استفادت. المشكل الاخر وقت اللي زادت تعتي مباشرة بالنظام الليولاني ولا نظام ثاني. المباشر والغير المباشر. مه. بالإدانتفيكاسيان ولا بالفولانتاء. المشكلة اللي في اللي في العائلات الفقيرة على الأخر واللي المستوي التعليمي ولا ولا المستوي الذهني ما هوش متطور برشا. انا كي نعطي الرب العائلة 100 دينار مانيش سور اللي بش يستعملها بش يشري اللي برودوية. طبعا انا يستحقه معك. اي دونك ردوا بيننا راو اليوزر اكسبرينس فيها فيها اشكاليات زادة حتى كي. انا نحب السيستام مقلوب بالعكس. اللي هو? اللي هو و جربناها نحنا في اه في مصانع الاسمنت. اللي هو اللي اللي تودانتيفيش كون اللي ياخو ما يستحقش. عكسية الديمار العكس. تودانتيفيش كون اللي قاعد ياخو الناس كون قاعد ياخووا له فما في اللي ياخذو والحود يستحقو فما اللي ميستحقوش. انا فعوض جيدونتيفيه اللي يستحقو جيدونتيفيه اللي ميستحقوش. ونطلب منو باش يرجع هوا لفلوس. كي ما عملنيها رفعنا الدعم في الاسمنت. وما كانش عندو تأثير على الاسعار ربه في الاسمنت. رفع الدعم. اما مسي عبد الخادر تعتبر لي مثلا رفع الدعم في الاسمنت بش يكون طريقة حساسة اكثر مثلا رفع الدعم في خبز؟ لا انا شنو انا ما رفعش الدعم فى الخبز انا نخلي هدى الدعم الا اذا كان الوبجيكيف متاعك هو حقيقة لاسعار. هذا ما نش نحكيه عليه دونك انا جو سي بوز اللي ما هوش ابجيكتيف. انا نخلي الخبز كما هو. العائلات انا نجي نعم سامبل اللي الروفنو متاعه فى العائلة يفوت خمسين مليون خمسين الف دينار فى السنة. هدا ما يستحقش الدعم بشي جري خبزة بمئتين فرنك. نوك تبقى يش يلي ما هوش شمعنى بالمسالة. لا مش موش معاني هو ويرجع في اخر العام ما هو استفاد نجمو نحسب قرايش هو يستفاد فى العام. مح مش يستفاد بمئتين دينار خبز ولا ثلاثمت دينار ولا خسمت. يرجعه فى اخر العام للدلاقى. يرجحه فى اخر العام للدود. اسامبل عالاخر. تيل ما يستحقش يستهلك فى الدعم وهو ما يستحقوش الدعم هذك اي رجعه Aww Roweman كنت الدوله تصيبوا لهم فى هما جو سماعي خطبق عليش خطبق عليش خطبق في الكراها بتنجم التطبق واللي عندك دولة ما تنجمش تستخلط تستخلط ضرائبها من عند المواطنين على خاطرها السيستام ها تاعب هذك موضوع ثاني هو سعب تخادر في اللي دوكات فيجور المشكلة الان وانا نوافق عبدالسلام لهنا اللي وانتي تحكي على ذاي الشرط يزم يكون فما دولة قوي اي 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 انا نحكي اليوم خاطر ملاحظة عبدالسلام في محلها هما حتى كنت دولة متاعك مهاش قوية شكون يضمنك اليوم بيش تتوزع بتمشي المستحقين متاعك مو كيف كيف نحنا نحكيه اي سيستام بيش تحطه لازمك دولة عادلة ودولة قوية ودولة تحترم روحها وتحترم القانون ما تنجمش تتطبقوا اي سيستام بيش توزع مباشرة وكي توزع مباشرة هاي انتي عارف عليها بيش توزع مباشرة عندي سوال اخر السيدة وزيرة التجارة جد كيف في انترافيو معنا قلت انه بيش نحيه الدعم على اربع سنوات في حين انه ثم دولته قعد بتلاتين بالاربعين سنوات وهي تحاول تناحي الدعم. هل هذي التموحات مشروعة في وقت. معناها ازامات اقتصادية وفقر. اربع سنين. انا انا العكس كمبلتما انا اذا كان مشكلهم. فسرونا شو المشكل? هل انه مشكل حقيقة الاسعار? هل انه مشكلة الميزانية متاع الدول? اذا كان مشكلة متحقيقة الاسعار يحكي فيه موضوع فان. اذا كان المشكلة متاع الميزانية اسهل الطريقة باش من اثرش على المقدرة الشرعية متاع الطابقة الوسطى خاصة نقلب نولي نعمل انسي سيم تقول لي كيفاش لكراها باللي عنده آآ صباح سونية مش كينة عنده تساح سونية كين من عنده حديش الحسان وتعود نجم الطبقة تزيدها في الفينيات آآ العبيد اللي آآ السالارياء الأغلبية بشكون ودي سالاغية ما تقوم اللي عندهم الشركات ما عليك كان انتي آآ كيف كيف تحسن الاستخلاص متاعك وهذا يكون معادش مرتبط بالبنيفيس مرتبط بها كالكول على الشيفر دافير متاعك تعمل في الشيفر دافير تفضل تخلص عليه تخلص عليه على خاطر انتي تكون سومي اكثر من العبيد الاخرين فيهم بخدوة وهنا متأكد اللي بارشة توانس بارشة توانس بما فيهم نحن خيانك يجي قول لي راو انتي تشري في الزيت اليوم وفي السكر وقعد تاخد فيه دعم ما لش مسحقين دعم نحن تقول يراو بحسبنالك حسابك بطريقة علمية ومقنعة تقول لي راو لازمك في العام تراجع مية خمسين ولا ميتين دينار ولا ثلاثمية دينار مش نراجع لمية خمسين ولا ثلاثمية دينار على خاطر عارف اللي متأكد هيت نجربه طريقتي علش نقعده فيه آآ طرق قديمة اتجربت فيه بودين وخلية وعملت مشاكل واينا عندي طريقة اللي نجم نجربها في تونس وتنجم تعطي لك المتاحة وما تأثرش على المنويل المجتمعي متانا حاطر عنا منويل مجتمعي فريد في العالم هو الخصوصية التونسية نحبو نحافظ عليه واضح شكرا لك سي عبدالقادر رابدريغا الخبير المالي ورئيس حلقة الماليين كنت ضيطنا في الانتربيو ايكونوميك بعد شوية في آخر نص ساعة في البرنامج لك لقبال هذا الأخبار مع الزميلة أمال خليكم معنا نراجعين